انا قدمت عشرين علاج للجلد من جوه ومن بره من جوه لازم ادي خميرة ولازم قولك ما تصهرش عشان يصهر بيبوز الجلد والشعر ولازم اديك زبادي وعسل نحل ولازم اديك صلطة خضرة معاي اكل وممكن اديك عرقسوس اللي بيلحم بره يلحم جوه احفظ من الدكتور جودة اللي بيلحم بره يلحم جوه وقبل ما تعالج الجلد من بره عالجه من جوه كبات عرقسوس سخنة بتلحم الامعاء وتعالج قرحة المعدة وقرح الاثنى عشر والقولون وتعالج الجرح من بره لو عندي جرح ما بيلحمش معلات عرقسوس الصباح معلات عرقسوس بالليل اللي يمحم من بره يحم من جوه وهكذا الخميرة الخميرة البيرة بتاع الفرن ربع معلعة لكبات زبادي صلطة الخضار بتخلي الجلد يلحم لازم تبقى صلطة معاي اكل العسل والبروبلز بنديها دهان في الحاجات اللي هي فيها قرح زيت لبان الدكر زيت لبان الدكر ده بنديه شرب وبندي دهان بنجيب لبان دكر نطحنه عليه زيت زاتور ومعلاها تلات مرات او تدين بيها الجلد ممكن ادي الالتروكسين والفوليك اسد وممكن ادي ديلتافيت ونورو بايون وممكن ادي صمغ عربي الصمغ العربي بيلحم برا وبيلحم جوه يعني ممكن اعمل الصمغ العربي معلعة على ربع كبات مياه اشربها وممكن معلعة على ربع كبات مياه وادعك بيها جلدي. طيب الديهانات اللي من بره بقى. حديك خمستاشر دهان. فيه دهان اللي هيكة في سلطة المنعة لها قرنفل و لبان دكر ومر بطارخ وهو. ده ممكن احطه دهان اه. ممكن احط حنة بارض رهيبة. الجروح اللي بيتجيب دم تحطها تاني يوم تلح. ممكن اعمل دهان صبار صبار عند الناس كلها. من اجمل الحاجات اللي بتروأ الجلد. فيه دهان اسمه دهان قهوة البن الساد. وفكركم زمان لما كان حياه حد بيتعور او يجرح نجري على طول نكتمه ببن. الناس نسي البن. لوقتي البن بتعمله قهوة. فالبن اسرع. علاج يلحم الجلد من بره ومن جوه. فيه دهان زيت وخل. ربع كباية زيت ربع كباية تخل وقطنا وتدعي على جسمك. بيشيل الهرش في خمس دقايق. فيه دهان ملح مركز. الناس اللي عندها حبوب ومش نافع معها اي دهان ولا اي مرهم. معلقة ملح بتاع الاكل بتاعنا. وربع كباية مية. ودفية. ودن الحبوب تلات مرات. تان شاف. عندنا دهان بقشر اللمون في خل. الناس اللي عندها هربز وعندها فققيع وعندها امراض جلدية لا تعالج ابدا. بجيب اشر اللمون وقشره. وحطه في الخل. ممكن انا لو عندي فققيع وحطة جلدية مش عايزة تخف. بجيب اشر اللمون اتناع في الخل طول الليل. ولفه حوالين المناطق اللي مش عايزة تخف. وغطيها بلاستر. يوم اتنين تلاتة كل الامراض الجلدية بتخف. عندنا دهان اه اللي بان دكر قولنا عليه ودهان مغلي قرنفل سخت. معلية قرنفل في كوبايتين مياه واغليها خمس دقايق. بقطنا. يشيل كل بلاوي الجلد. فيه طبعا آآ زيوت كتير قوي. آآ منها مسلا دهان بزر قطونة دهان عرقسوس. دهان بزر خلة في الخل. دهان التوم في الخل. فالسين توم منعين في ربع كوباية خل. بيدي لك اقوى علاج للفيروسات. نقط ودهان. ومضمضة. دي كان اسرع علاج للجلد.